الولايات المتحدة تعين مبعوثة خاصة لشؤون الطاقة إلى السعودية إلى جانب ملحق شؤون الطاقة الموجود في السفارة الأمريكية في الرياض المبعوثة الجديدة هي فيكتوريا كوتس واحدة من مساعد ترامب الأمنيين الذين بقوا في منصبهم لفترة طويلة كوتس في الأساس مؤرخة فنية وأيضا متخصصة في شؤون الشرق الأوسط بالتحديد إيران وعملت نائبة لمستشار الأمن القومي لترامب حسب مسؤولين أمريكيين سيكون مقر كوتس الجديد في السعودية حيث ستعمل لأشهر وكان يتم الإعداد لتعيينها منذ فترة لكن التوقيت جاء في وقت محوري لأسواق النفط العالمية القرار يتزامن مع عدم اتفاق السعودية وروسيا على حجم إنتاج النفط الأمر الذي أدى لانخفاض الأسعار عالميا وبالتالي يعاني منتج النفط الصخري الأمريكيون من خسائر كبيرة لأنهم يستخدمون تكنولوجيا باهظة التكاليف في الإنتاج هبوط الأسعار يهدد الشركات الأمريكية بالإفلاس وكان ترامب قال إنه سيتدخل في الوقت الملائم كما قال وزير الطاقة الأمريكي إن واشنطن ستنفذ حملة دبلوماسية لإعادة أسواق النفط للاستقرار الأمر الذي قد يشرح سبب تعيين المبعوثة الأمريكية في هذا التوقيت